مسؤولون يسارعون الزمن في إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ منذ انطلاق مشروع الرئيس الذي خصص ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية عبر الوطن وخبراء في المجال البناء والتعمير يشككون في مطابقتها للمقييس العالمية مؤكدين أن أغلبها أنجزت في مناطق غير صالحة للبناء نرى قرابة 80% لهذا المشارع السكن بنيت على تربة هشة والتربة خطيرة مكاين نسبة مئوية لأنه لم يكن دراسة تربة كما ينبغي التعمير لم يكن هناك مصطلحة انتيران اكسيدنتي فالتعمير لا يعرف عراقيل في البناء يعني فيه واد تقدر تبني فيه جبل تقدر تبني فيه البحر تقدر تبني تضاربت آراء الخبراء في الهندسة والتعمير حول إمكانية انهيار هذه البنايات الحديثة في حال وقوع حوادث خطيرة أكد أغلبهم أن إنجاز المشاريع السكنية في الجزائر لا يتم دون خريطة جيولوجية يكون عندنا تقافة على البناء يكون عندنا قايد الجوق هو مقبل ما يوصل المهندس تكون الجيولوجية تكون الخريطة الجيولوجية هي التي تعطينا تقول لنا وين راح نبنو ولا راح نبنو في واد وحنا في هذا القانون يقولوا ممنوع البنايات على أطراف الويديان وفي الويديان وعلى أطراف شقوق زلزلية لفاي سيسميك فعلا شمال الجزائر هو شمال زلزالي ولكن هذا ما يمنعش أننا نبني بنايات مضادة للزلزل بنايات تقاوم الكوارث الطبيعية مشاريع سكنية ضخمة برمجتها الحكومة الجزائرية في مختلف الصياغ في خطوة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر وشراء السلم الاجتماعي وفي عاصمة البلاد السياسية والاقتصادية منحت الحكومة حصة الأسد من هذه المشاريع حيث استفادت ولاية الجزائر من 261 ألف وحدة سكنية من مختلف الصياغ فهل ستسلم هذه المشاريع السكنية من الانهيار؟